وينضم إلينا من عدن على إيهاب الناشط الحقوقي والكاتب السياسي أهلا بك أهمية المواقع التي سيطرت عليها القوات الشرعية في صعدة وفي شبوى ونهم وأيضا تأمين الطريق الواصلة ما بين الجوف وصعدة مساء الأنوار عليكم أخوتي هناك أهمية كبيرة بالنسبة للتقدم الذي حدث اليوم في مجموعة كبيرة من الجبهات القتالية في الجهة الشمالية من الجمهورية اليمنية ومجموعة من المحافظات مثل محافظة سنعاء في جبهة نهم وأيضا في الجوف وأيضا مناطق كثيرة تمت التقدم فيها من قبل قوات الجيش الوطني باعتقادي أنه يعبر عن أهمية كبيرة في تقدم صفوف الجيش وإلى إنهاء هذه الحرب وتقدم الجيش الوطني في هذا التوقيت وفتح الطريق الواصل ما بين محافظتي الجوف وصعدة هو بالتأكيد يعبر عن أهمية كبيرة لتقدم قوات الجيش الوطني والمقاومة وأيضا هذا يؤمن الإمدادات العسكرية التي يجب عليهم تأمينها بالتأكيد في كل الأوقات هذا جاء بعدما أن تم فتح الطريق الواصل ما بين محافظتي عدن ومحافظة تعز كل الطرق هذه تساعد على دعم الجبهات العسكرية وأيضا تساعد على وصول الإغاثات الإنسانية إلى المناطق التي تم تحريرها والمناطق التي على وشك التحرير بإذن الله فأعتقد بأنه تقدم استراتيجي جميل ونتمنى بأن يكون هناك تقدم قريب بإذن الله على القريب العاقل موقف قبائل الطوق حول صنعاء ورفضهم المشاركة في عملية القتال ضد الجيش الوطني ماذا يعني وهل يمكن أن تتخذ هذه القبائل موقفا يتجاوز رفض القتال إلى المساهمة فعليا في إسقاط الانقلاب في صنعاء بالفعل مسألة رفض قبائل طوق صنعاء باعتقادي أن هذه هي عبارة عن ردة فعل طبيعية من قبل مجموعة من القبائل اليمنية وبالتأكيد هم سيسعون لتأمين التواجد الشرعية الممثلة للجمهورية اليمنية وليست شرعية الانقلابيين إضافة إلى ذلك هم يبحثون عن الضمان الحقيقي لهم فهم عبارة عن مجموعة كبيرة من الناس الذين يملكون المزارع وهم عبارة عن ناس يحتاجون فقط إلى الأمن والأمان والاستقرار وأن يحصلوا على كافة ما يحتاجونه لقيامهم بكافة أعمالهم مثل الزراعة وهذا لن يصلوا إليه إلا بعد أن يجدوا ضمان حقيقي وهي الدولة التي تمثلها الشرعية اليمنية فهذا هو عبارة عن ردة فعل طبيعية بعدما أرأوا أن الميليشيات هي عبارة عن ميليشيات انقلابية لا تمت بالحقيقة أي صلة وهذه الميليشيات لا تريد فعلا أي خدمة لهؤلاء المواطنين إضافة باعتقادي بعدما قامت هذه القبائل بالرفض باعتقادي أنه سيكون هناك تجاوز حقيقي من قبل هذه القبائل إلى أن يتحول الجزء كبير منهم مع قوات الشرعية وقوات الجيش الوطني وذلك يعود إلى قناعتهم بأن هذا الجيش في القريب العاقل سيكون متواجد في صنعاء وسيعمل على تأمين العاصمة صنعاء وسيعمل على تحرير كافة المحافظات التي لم تحرر إلى الآن شكرا لك على إيهاب الناشط الحقوقي والكاتب السياسي حدثتنا عبر الأقمر الاصطناعية من عدن